أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا الساء يقول هل معنى قول الشيخ رحمه الله والجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال هل معناه أنه لا ينقطع أو أن الجهاد ينقطع زمانا ثم يعود أنا حكمه باقي حكمه باقي ما أحد يمنع الجهاد عند توفر شروطه ما أحد يمنعه فيه ناس كما قلت لكم الآن يقولون ما الإسلام ما فيه جهاد اللي يقولون أن الإسلام فيه جهاد هذا يصف الإسلام بأنه عدوان وأنه يسفك الدماء وأنه دين قتال دين قتل هذا يعني بعقل الجهاد فنحن نقول الجهاد حق وإن لم نكن نحن نجاهد لمانع الجهاد حق وباقي فرق بين القيام بالجهاد وبين اعتقاد وجوب الجهاد وأنه حق نعم